في شأن آخر التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيس الوزراء الإسبانية ماريانو رخويا في مدريد حيث يشارك في أعمال المؤتمر الوزرية حول الاستقرار والتنمية في ليبيا كما ناقش شكري مع نظيره الإسبانية خسامانويل مارجابو تطورات العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وقال المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض خلال جلسة المشاورات ما تم تحقيقه من خطوات على صعيد خريطة الطريق وجهود الحكومة المصرية لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية